تشكيل اه تشكيل اه بص انا افضل مسلوسي اول عواد انا افضل عواد بعد العواد يلعب المسلوسي محمود علاء عبدالغني فتوح لو موجود اوكي مش موجود يبع عبدالشافي دونجا واحد من اتنين يا روأة يا لو هلعب بتلاتة هلعب بدونجا وانا افضل يبقى اوباما تمانية ولعيب تاني تمانية مين؟ اه يعني مش اي لعيب بقى تمانية يعني انا افضل الدرزالي مش قادر عندك نضاي يبقى في التمانية نضاي ووباما ومعهم دونجا في الامام طبعا زيزو مش موجود هيبقى مصطفى شلبي الجزيري ومعاه شيكا او اه ممكن خلاص كده نيمار لا او بقولك او ما هو ما كده اربعة تلات تلاتة طبعا اربعة في خط ضهر يعني غريبا ان انت مش عارف تستقر على تشكيل لا بالعكس او 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 عارف لي انا بفكر فيه اه بفكر في حالة اللعيبة فاهمني حالة اللعيبة دلوقتي انت محتاج لعيب عنده سبات فعالي عشان يجري اتعامل مع الماتش بعد الخسارة اللي فاتت فدي حاجة مهمة جدا جدا لازم الراجل يرعيها في تقدر تحطيه تشكيل الزمالك لا انا ولا اللي قاله انا انا التشكيل الزمالك يقوله المدير الفني انا احط تشكيل الزمالك لو انا عايش معهم لو انا بمرانهم اه بس شفت المباراة الأخيرة لا انا مش فتاش للأسف انا مش فتاش اه لكن لكن انا دايما بقول المدير الفني هو صاحب الحق مع جهازه الفني حط اللعيبة حط الأجهز اللي أهم من كده مدير الفني إزاي يقرأ الملعب إزاي الشرط التاني يغير إزاي يعرف نقطة الضعف ونقطة القوة إزاي يوقف لعيبته صح إزاي يوقف لعيبته صح هو ده المدرب هو اللي فرق معنا إيه الراجل ده ما شاء الله عليه بتاعنا كل أرده عارف يوظف لعيبه صح عارف يتعامل مع لعيبه صح العامل النفسي إحنا نتجهله تماما العامل النفسي زي إحنا خمس بطولات دول عايزين الدكتور نفسي يقعد معاهم يقول له منسو اللي فات ده وإزاي يحفزهم لماتش زي اللي إحنا خسرناه في ماتش السوبر يبقى البطولة الستة إحنا معندناش ده للأسف لإن إحنا يعني إحنا شاحسة من أوروبا طارق بقدر في أوروبا كل خط ليه مدرب كل واحد ليه مدرب ده أصد دي المختلفة كابتن مصطفى أنا هنزل تشكيل كابتن طارق يحيا على الشاشة بس هسأل كابتن مصطفى سؤال ليه كابتن طارق يحط عواد محط الصبح على أساس ده أوروبا الماتش اللي فات وعواد بقى له فترة طويلة ما بيلعبش وعواد خلي بالك عواد مسليم يعني لسه في تأهيل خلي بالك عشان بس ما عنديش فكرة أنا اللي بقولك عواد مسليم 100% أنا للظروف المباراة اللي فاتت وشايف يعني الحالة النفسية اللي حاولين صبح مش كويسة فلو عواد سليم يلعب طب انتع فانا لو أنا مدرب لو أنا مدرب ألعب صبح إزاي تدي اللعيب الثقة أكتر وقت اللعيب محتاج مدربه وهو وحش مش هو كويس بس هكابتن ما عنيش بقى احترام اللي رأي حضرتك العواطف في الحالة اللي زاديه ده مش عواطف بتبقى الدنيا مش ما انت بتقول حضرتك عشان نفسيا مش عواطف دي مش عواطف كابتن أنا صبحي صبحي كان معايا في بيتروجيت يعني صبحي كان معايا كان عنده 17 سنة ولعبته آخر 6 مطشات في الدوري مع بيتروجيت السنة الأولانية وقعدنا في الدوري لما كنا كانوا بينزلوا وأنا رحت مسيكة الفرقة والحمد للرب بنا وفقني فإن أنا أعدت الفرقة في أول سنة في الدوري وكان صبحي معايا أعدت الحارس الأزاسي عشان أنا شفت الولد ده ممكن يجي منه وقع 17 سنة ولعب معايا حوالي 4-5 مطشات 6 مطشات في الأخيرة بتاعت الدوري منه موتش بيراميز اتعادلنا 3-3 ده بيراميز كان بقى كينو ومينو ده بيدو كينو آه كان كينو ومينو الفرقة جامدة بتاعت أيام مشار تورك على الشيك كان عام الفرقة وكان كل الناس بتخاف منها وأنا الحمد لله عملت المنتدى ده أعظم لعيب دخل مصر آه طب فكتفيرة جامدة وتاعتلنا 3-3 كان صحيح حارس المرمى فبكلمك فيه طب ليه ليه بنقول أخطاء الحارس المرمى ليه ما بنقولش الأخطاء دي أو الجلد دخل من إيه من اللي قدامه ولا من اللي على يمينه ولا من على شماله هو يتحمل جزء والدفينس يتحمل جزء الهدف الأول هو يتحمل طب ماشي كيما يعني طب واللي شده شط ليه اه واللي شط دا شط لي والرجل المسكن بيسابه ليه والرجل المسكن رب ان ده يسابه ليه بطريقة دائما أنا كفت الحارس المرمى انت راجل كنت لبرو مصر حارس المرمى بيغطي أخطاءك انت لو أخطاء ايوة صح هو يغطيك لكن هو لو أخطاء كل صنة طيب محبش يغطيه يد الجدسة بس بس أنا أنا صبحي صبحي حارس المرمى هايل هايل هو عنده حاجة انا قلت هاله وهو عنده 14 سنة بياخد القرار التاني قبل الأولاني بمعنى ايه يعني انا مثلا طالع امسك الكرة وشايف الكابتن مصطفى اروح انا ايه بصد الكابتن مصطفى مش بصد الكرة وعايز اعملها هجمة مرتدة على طول طبقه الكرة طبقه من ايدي وانا قلت له الكلام ده قبل كده قلت له يا صبحي مصيبة هو كان وهو صغير كميع انا نبهت له الكلام انا نبهت له الكلام ده قلت له يا صبحي انت عندك مشكلة انت بتاخد القرار التاني قبل الأولاني خد الأولاني قبله اتطمن وبعد كده ابدأ بعد كده يعني زمانك بيجاهد عشان التجديد لمحمد صبح حارس مرمى كبير موهبة كبيرة جدا بس كل حارس مرمى عنده ومين مرلتش محمد عادل النهارده خبراته دي كلها بص عمد عادل ده ماشاء الله حاجة لا بس مضروط علمني اتنين مضروط علمني اتنين بش كابتن من اشوت ندي واحدة طويلة لما الزنق خالص كده قال لي واحدة طويل مهول فارم باللعيب واللعيب ايه ان انا مجهز قبل الكرة ما تيجي هو برام يوسف كان برام يوسف ليه هو صفة عبدالحليم وفاروق والخطيب وحسن شحاتة كانوا ليه مهول فارم الفردية اللي ما بين اللعيبة طيب الزمانك محتاج حارس مرمى في عواد وفي محتاج لو في واحد تالت طبعا محتاج محتاج حارس مرمى لا انا عندنا اتنين ناشئين كواسين جدا اه يتمرنوا مع الفريد اول هائلين جدا من قطاع الناشئين ومتقنين افريقيا كانوا مع صبحي المعسكر اللي فات ايه وفي عواد لا يعني اعتقد ان ندي الزمالك في حراسة المرمى يتمرنوا مع الفريد اعمالك في حراسة المرمى